في حملة سقيا الماء هذه الحملة بتهتم يعني فيه اهتمام بالغ بسقيا الماء بحفر الأبار تحديدا من خلال هذه الحملة ومن خلال التواصل المباشر مع أرقام التليفونات الموجودة على الشاشة إلى أي مدى فعلا يعني يستحوذ وتستحوذ هذه الحملة على الاهتمام الكبير حضره لك الأثر ده أثر ومن أعجب الأثار فعلا من خلاله اهتمت مؤسسة نبض الحياة بهذا الفعل ورد في الأثر أن سيدنا جبريل عليه السلام والسادة المشاهدون يركزوا معي قوي في الأثر ده مهم جدا في حياتنا لو خرجنا منهم الحلقة دي كفاية ورد في الأثر أن جبريل عليه السلام سئل لو نزلت إلى الأرض ماذا تفعل رمض عينك كده والسؤال ده سأل لسيدنا جبريل اللي هو اطلع على صحائف العباد وعرف أفضل الأعمال هينزل يعيش في الأرض يا سيد حسن وسط الناس ويبقى مكلف زيه زيك كده وعرف إيه المطلوب منه وعرف هيعمل إيه يعني عاوزك استشعر المعنى ده ولما أقول لها حركز تشعر المعنى ده يبقى السادة المشاهدون كذلك معنا يعني إيه واحد اطلع على صحائف العباد وعرف أفضل الأعمال ونزل عشوصة الناس مكلف أكيد هيعمل أفضل حاجة صح ولا لا فقال سقي المال لو نزل في الأرض هفعل سقي المال ولا تتعجب من ذلك يا سيد حسن ليه؟ أحد الأنصار لما ماتت أمه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أن أتصدق عليها؟ أم ماتت ينفع تصدق عليها؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة نعم حكم فقه عاوز يعرف إيه الحكم أم ماتت ينفع أعمل لها صدقة ينفع برها بعد وفاتها قال الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله بنام قلت لي أيوة ينفع أننا تصدق لها أي الصدقة أفضل عاوز أعمل حاجة أمي عاوز أعمل لها أفضل حاجة فقال صلى الله عليه وسلم سقي المال سقي المال لذلك لا تتعجب حينما يقول سيدنا جبريل حينما سئل لو نزلت إلى الأرض وهذا ورد في الأثر لو نزلت إلى الأرض أي العمل تفعل فقال سقي الماء سقي الماء يسقي الناس ولذلك لا تتعجب حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم بالله عليك هل سقي الماء أليس هذا سرور سرور جاري ولا مش جاري طبعا أنا ما بعطش لواحد هدية هيخدها يستخدمها وهتخلص بكرة لأن تتعمل عمل يحييه مدى مدى ما هو ليه و الأولاد يورثه مراس عمل يتورثه الأجيال ده مراس و أفضل مراس عند الناس بتوع براني دول الأبار دي تدلوا بير و ما تدلوش فلوس أفضل شيء تدلوا بير و ما تدلوش بيت بينهم بير لأن البير حياه الماء حياه صح؟ و جعلنا مين اللي قال الكلام ده؟ ربنا سواء لخلق الكون و جعلنا من الماء كل شيء حيي كل شيء حيي حييي أفلا يؤمنون؟ طيب شيخ أحمد يعني خليني و أنا بقول كده أو بنتكلم عن إحنا بنسمع هذه العنوين الحلوة جميل و نقرأ القرآن و نسمع الحديث الشريفة التطبيق العملي يعني إزاي نتحرك لنقف أمام النص و إحنا مستمتعين و نتعبد بقراءته فكيف يكون النص سلوكا حقييا في حياتنا؟